بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أتوقف اليوم معكم في دعاء عظيم كان يكثر منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو آية كريمة من سورة البقرة معظم الناس اليوم أيها الأحبة ماذا تتصور دعاءهم يطلب من ربه الرزق أولا المال الصحة أن يصرف عنه المرض أن يصرف عنه الشر أن مثلا يرزقه بيتا يرزقه كذا يعني كلها أمور تتعلق بالدنيا ونسبة قليلة نظرها متوجه نحو الآخرة يسأل الله الجنة يسأل الله أن ينجيه من النار يسأل الله أن يرزقه الفردوسة على هذه النسبة قليلة معظم الناس يهتمون بالدنيا ولكن للأسف هناك فئة اهتمامها الدنيا ويطغى على الآخرة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا انظروا هؤلاء مؤمنون على فكرة هؤلاء مؤمنون لأنهم يقولون ربنا ليس كافرا هو معتد ويدعو ربنا آتنا في الدنيا ولكن ما هو مصيره وما له في الآخرة من خلق ليس له نصيب ولا رزق ولا جنة وقد يكون مصيره إلى النار لماذا؟ لأنه نسي الآخرة تمما اهتم بالدنيا ومنهم من يقول هنا يأتي دعاء حبيبكم الذي تعرفه جيدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لذلك النبي عندما سئل عن حسنة الدنيا قال هي المرأة الصالحة وحسنة الآخرة هي الجنة إذن أيها الأحبة هذا الدعاء جمع الدنيا والآخرة أيضا لأن القرآن أحبة في الله كتاب يحدث في حياتك التوازن توازن بين الدنيا والآخرة ولكن ينبغي أن يكون نظرك متوجها للآخرة الدنيا الكل يعمل فيها الكافر والملحد والمؤمن والتقي والورع وكل الناس يعملون والله يرزق الجميع هناك قوانين كونية تحكم الكون تحكم الرزق أسباب للموت للحياة غير ذلك كله مقدر وفق أسباب وقوانين وضعها الله سبحانه وتعالى ولكن القرآن يعلمك أن يكون هدفك النهائي هو الآخرة أن يكون طموحك أن يكون طموحك هو لقاء الله عز وجل إذن أنت في هذه الدنيا إذا أردت أن تجمع بين الدنيا والآخرة ماذا تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذن حتى في هذا الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يضع بهذا الدعاء يتذكر أن هناك نار ملتهبة بانتظار كثير من الناس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس عدد الذين سيدخلون النار أيها الأحبة أكبر بكثير 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 من الذين سيدخلون الجنة هذا حسب ما نراه في الواقع اليوم كم نسبة الناس الذين يريدون لقاء الله قليلة جدا كم نسبة الناس الذين بالفعل هم متواضعون يشكرون نعمة الله يساعدون الناس لا يأكلون أموال الناس بالباطل يتصدقون يساعدون الفقراء كم النسبة قليلة أيها الأحبة لذلك أحبتي في الله أنا أحب أن تتعلموا هذا الدعاء وتدعو به هذا في سورة البقرة طبعا وأن تتجنبوا أن تكونوا من أصحاب الدنيا طبعا كلمة الدنيا في القرآن ذكرت مئة وخمس عشرة مرة وكلمة الآخرة ذكرت مئة وخمسة عشر مرة متساويتان لماذا؟ لأن القرآن يريد أن يعطيك رسالة يقول لك أيها الإنسان ينبغي أن تحدث توازنا بين الدنيا والآخرة لا تطغى هذه على تلك يعني أنت تعيش في الدنيا تأكل وتشرب وتعمل وتمارس كل شيء ولكن هدفك هو الآخرة مثل الإنسان يدرس في الجامعة لديه هدف أن يحصل على الشهادة ولكن هو يمارس حياته بشكل طبيعي ولكن سلوكه يدلك على أن هذا الطالب مجتهد ويريد أن يحصل على هذه الشهادة كذلك أنت في الدنيا عش تماما كل متطلبات الدنيا ولكن اجعل هدفك هو لقاء الله إذا أردت أن تكذب تذكر أنك ستقف أمام الله وستقرأ كتابك كل ما تقوله مكتوب عليك أنا الكلام الذي أقوله الآن مكتوب سأجده يوم القيامة أمام كل كلمة تنطق بها تكتب وستجدها أمامك انظر ماذا تكتب في كتابك أنت الذي تكتب كتابك على فكرة كل عمل تقوم به سيعرض أمام الله الزنا الفواحش الظلم الناس إذاء الناس النميمة كل هذه أنت من تملأ كتابك بالأعمال الشريرة أو تستطيع أن تملأه بمساعدة الناس بحب الخير بتلاوة القرآن بالعمل الصالح قيام الليل كل هذه أعمال تجدها أمامك ولكن القرآن علمنا هذا الدعاء والنبي كان يكثر منه عليه الصلاة والسلام لذلك رجعنا أيها الأحبة أحفظوا هذا الدعاء وكرروه دائما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر